اكد الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي ان القوات المسلحة تعمل باقصى درجات اليقظة والاستعداد لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها جاء ذلك خلال مشاركة القائد العام رجال الوحدات الخاصة تناول الافطار ولقائه بعدد من القادة والضباط والصف والجنود من مقاتل وحدات الصعيقة والمظلات واشهد القائد العام بالدور البطولي لرجال الوحدات الخاصة من الصعيقة والمظلات الذين يواصلون الليلة بالنهار ويثبتون كل يوم انهم على قدر المسئولية التي يحملون امانتها برغم كل المصاعب والتحديات وقدم التحية لشهداء القوات المسلحة الذين قدموا ارواحهم فداء لوطنهم خلال المواجهات المستمرة مع قوى التطرف والارهاب مشيرا الى ما نفذه مقاتل الوحدات الخاصة من عمليات ناجحة لتصفية البؤر والاوكار الارهابية خلال مراحل عملية حق الشهيد واوضح القائد العام ان ما قدمه رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل طوال الفترة الماضية من بطولات وتضحيات وانحياز كامل للشعب المصري مؤكدا ان لمصر جيش قوي قادر على حمايتها وصون عزتها وكرامة شعبها العظيم وقام القائد العام بتكريم المتميزين من القادة والضباط والصف والجنود تقديرا لتفوقهم وتفانيهم في اداء مهامهم في الدفاع عن الوطن والوصول الى اعلى مستويات الكفاءة البدنية والقتالية حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس اركاني حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة